السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل اسم موشن. الموقع ده تقدر تعمل من خلاله قصة. من خلال كل مثلا جزء تعمل فيديو مؤدة خمس ثواني وهكذا. لحد ما معك قصة جميلة جدا ممكن تكون فيها قيم وفيها مبادئ كواسة جدا. تقدر تقول له مثلا انا عايز اول خمس ثواني فيهم كذا. تاني خمس ثواني فيهم كذا. لحد ما تطلع معك القصة بالشكل اللي انت هتشوف دلوقتي. تمام. وبعد كده كل مشهد لو انت عايز تغير فيه تقدر تقول له اعمل لي اختلافات معينة. ممكن تشيل مشهد ممكن تحط مشهد تاني. وكذا. حد ما بتعمل الفيلم اللي انت بتحلم به. مسلا شخص بتماشى مسلا وهكذا. طيب هقول له create. وهدخل بقى بالوزر بتاعي. ممكن تقول له بقى generate from promet. دي طبعا حاجات ناس تانية عملوها. ممكن ان انت مسلا معجبك حاجة معينة فتبدأ ان انت تنسخها وتبدأ ان انت تشغل بها. تمام. عندي هنا بقى ال style اللي انت عايزه. ممكن مسلا سري دي كارتون. وابدأ اكتب له البرومت اللي انت عايزه. وليكن مسلا. وتبدأ بقى تختار ال output. اعز انجلش. او اعتقد ده ياباني. التون. تبدأ تختار التون اللي انت عايزها. مثلا. children. وهنا بقى بتختار ال style اللي انت عايزه. او ممكن تقول له انا سير براسمي. انا مفيش حاجة في دماغي. اعمل لي انت مسلا عن خمس حقائق عن الطبيعة. فيعمل لك بقى الفيديو. طيب خلينا نقول له generate ونشوف. هياخد بقى الكلام دوت. ويعمل لنا كذا مشهد. مش مشهد واحد. يعني او بيروح بقى يعمل لك قصة من الكلام اللي انت قلت له. يعني ممكن تقول له مسلا. انا عايز مغامرة لزيارة للمريخ. فيبدأ اعمل لك كذا فيديو كذا سيناريو. وانت بس ايه ترجع عليها. ممكن تلاقي حاجة مسلا فيها اخطاء حاجة باش مضبوطة. اا تعملها انت. وتعال بقى نشوف الحاجات الجميلة اللي تعملت. تعمل لنا كم مشهد. تعمل لنا تسعة مشاهد. انت ممتاز جدا. طيب. نيجي هنا ونبدأ بقى نشوف كل مشهد فيهم. انت مسلا ممكن الصورة بشعج باك. فهتقول له. اعمل لصورة تانية. تمام? ويبدأ ان هو يغير في البرومت. يغير انت بس زي ما انت عايز. طيب عايز ايه يبدأ حركة. فهتقول له ايه? انا عايز اعمل انيميت. فيبدأ ايه يعمل لك الحركة كأنه بس بيلعب كورة. طب تعال شوف المشهد التاني. الكلام ده كله هو اللي كاتبه. انا ما كتبتش بس غير. انا عايز الشاب كده بيلعب. فهو سمع عمر ويخلي عمر ده. الصورة ثبتة معي. في اكتر من مشهد. تمام? فانا ممكن اعمل قصة مثلا قطة مع كلب مثلا. فالشخصية ثبتة. لو انا حاسيت ان الشخصية فهم مشكلة هقول له. او ممكن اقول له اعمل دونلود وهكذا. تمام? فعمر فوتبول دريم. عمر شكله بيحلم بيطلع على لعيب كورة كده زي محمد صلاح. كل عليك ان انت هتقول له ريجي ناريت. اعمل لي السورة ثانية. اناميت. ادي اعمل لي حرقة لها. وفي الاخر هيبقى معنا فيلم كامل كارتون. ما اخدش من الفيلم ده ممكن ارفعه على اي قناة من القروات. كنوع من انواع ايه? التحفيزي للناس تعمل افلام كارتون هادفة ان شاء الله. تعال نشوف بها اللقطة الخمس ثواني اهو. تمام? طبعا مع كل مشهد ده تقول له انيميت. تمام? خلي بالك ان فينا كورتين. طب انا مش عايز كده. هقول له. واعمل واحدة تكون فيها كرة واحدة. ماشي? اوكي. وكل مشهد بس هو المشكلة فيه ان هو ما بيخدش امر غير لما خلص الامر اللي قابليه. تقدر تحمل المشهد دوت لو اعجبك سواء صورة او فيديو. بدأتعمل الفيديو. لما خلص التسع مشاهد نقدر نعمل نكست ونحمل الفيديو كامل. طيب تعال نشوف دوت. هيبقى عامل ازاي? كل واحدة فيهم خمس ثواني بدأ يعمل. لو انت معجبكش الانمية تقول له ريجي ناريت تاني واعمل واحدة تاني مختلفة. ما فيش اي مشكلة خالصة. طيب تعال نشوف دوت. اه. الايد معادية بش حلوة. فاقول له ريجي ناريت. تمام? واغير الكلام يعني ممكن اقول له انا عايز كذا. تغير الكلام اللي انت عايزه. و ريجي ناريت هيعمل لك واحدة تانية خالص ما فيش اي مشكلة. يعني كل التجارب دي مجاني. طيب بعد ما نعمل الفيديوهات كلها. تمام? ونتأكد انها خلاص كويسة. نقدر نعمل نيكست. هو بيقول لي بقى هيبدأ يكتب على الحاجة بقى فانت محتاج انستايل وان افكت عشان نكتب لك عليها. تمام? مختار اللي انت عايزه. ممكن تخليها انكلود ان فيديو. تمام? ده التايتل والسبتايتل. وبقى كده هيبقى عندي فيديو. وده السمر بتاعه. وده الهاشتاج اللي موجود. يعني اغناني عن كزا حاجة. يعني ممكن اخلي واحد يعمل لي سيناريو. واحد تاني يبدأ يعمل لي صور. واحد تاني يبدأ يعمل لي حركة. واحد تاني يعمل لي الكتاب. كل ده اتعمل مرة واحدة. وبيقولك حمل الفيديو. حمل الصورة المصغرة عشان تلقاحها. كل ده في الموقع دوت. عمل لي فيديو. عمل لي الفيديو. الفيديو ديئتين وعشرين ثانية. ما هتكتش ان هتلاقي موقع تاني يعمل لك حاجة بالجمال دوت. تمام? فده الفيديو ممكن ترفعه بشكل حلو. طبعا ممكن تكتبه بشكل تاني. ممكن تعيد السياغة. لحد ما توصل للقصة اللي انت عايزة. تمام? الفيديو ده اقدر ان انا اعمله داونلود. وادر ان انا ارفعه بعد كده باستغطة mp4 على اي حاجة انا عايزة. اتمنى تجربوا وتكتبوا لنا اذا كانت تجربة مفيدة ولا فيها مشاكل.